أنا اسمي عبد الباري يوسف عثمان مواليد 1962 من القامشلي خلقت بقرية اسمه قوتكي شرقية ابن سوريا الآن أنا خلقت فعلا بقرية كردية اسم كردي اسمه قوتكي تعني معنى باللغة العربية بمعنى الجلطة لأنه كان فيها عشبة بأكلها للحيوانات حيشاكم يسير معنى الجلطة هاي الاسم ما زال هي مكتوبة على جواز سفري اسمه قوتكي شرقية لكن بنهاية التصعينات أعتقد النظام غير اسمه البلدات والقرى الكردية بالكامل مو بالكامل اللي اسمه كردي أكتر فغيرت اسم القرية من قوتكي إلى القوة حاليا اسمه القوة بسجلات رسمية للنظام قامش لي هي مدينة حديثة البناء الفرنسيين إثناء انتداب الفرنسي على سوريا خططوا المدينة بمخطط فرنسي وسط المدينة الحالي فمخطط مخطط سليم وجميل نحن كان الأستاذ بالنسبة لأينا كان شي مقدس نخاف منه أكتر حتى من أبونا لأنه كان في ضرب كما بنفس الوقت كان في ضرب الأستاذ بيضرب أنا بتذكر يعني أحد الأصدقاء لا إلي يعني أنا ما يعني أنا من ضربت على أصابيع من ورا بس بالمصدرة على أف المصدرة هيك حديت المصدرة كان يضربوا تلاميذ بوقتها خاص نصف ثاني وثالث إذا كانوا ما كانوا جايبين وظيفة أو عاملين شيء كان ممنوع التحدث باللغة الكردية ممنوع التحدث باللغة الكردية يعني في عندي إشكاليات كثير كبيرة بالمدرسة اللي صارت نتيجة يعني تكلمنا باللغة الكردية بالمدرسة فكان دائما تطلع لنا أمور إدارية بيكتبوه ممنوع التحدث إلا باللغة العربية وهي كانت الكناية الأساسية إنه ممنوع التكلم باللغة الكردية الفساد المنتشر بسوريا يعني كان بشكل كثير كبير كلهم كانوا حرامية كانوا يعتبروا منطقة الجزيرة أو رقامشتي منطقة الحدودية كأنه بنك اللي يجوا يخدموا فيها خدمتهم العسكرية أو وظيفتهم تكون هنا كل شي رشاوي يعني كانت فكان يتصادر مثلاً تبع الراجي أفهم يعني بسموه جمارك كانوا صادرين سيارة شحن من الدخان عدول الدخان مين كان يجيبهم بالأساس عائلة الأساس كانوا يهربوا الدخان يجيبوه على القامشلي فبالظاهر مغضوبين على هذا المهرب اللي بيأخذوا منه أخذوا منه سيارة حطوها بصالة الراجي هلها دول الشرطة اللي موجودين جواتها سرقوا كل الدخانات اللي جواتها وملفات الفساد جوها آمه هن اللي ولعوا دائرة الجمارك وقالوا والله الكرد اللي خربوها هي دائرة الوظيفية اللي كانت بسوريا بمحافظتنا كل المدراء مثلا الحقل النفط كلهم من الساحل أغلبية المناصب الحساسية كلهم من الساحل على فكرة ما فيه يعني نسبة ضعيفة جدا من كرد القامشلي يكونوا بالجيش بيرتب ما كان فيه نهيا فكان قامشلي مصدر رزق كتير كبير لالون وكانوا يمنعوا أنه نوصل لمراكز مهمة فيها فلذلك العلوي اللي وقت كان يجي يحاول يفرط سلطته بخوف خوف المواطنين فأنا كانت عندي محلات بيجي لعندي والله الفلان فلاني هيك حاكي عليك وأنا لفلفت الموضوع كزا ليجي ياخذ المصاري ورشوة مني فهيك كان يتعاملوا مع السوريين بتشوف خلال سنتين ثلاثة كرد السوريين صاروا مليارديريين من وراء أهل القامشلي رعبهم وتخويفهم طبعا فيه ناس اختفت نتيجة اتهامات باطلة لأنه والله كردي قيل كردستان أو كان مشين معه نشرة كردية أو كتاب كردي فبيختفي هذا الشخص بسناء نظام حافظ الأسد فبتشوفون أنه يجي وبيحكي بحرف القاف ليخوفك حتى كثير من 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 أخواننا من غير المناطق للأسف الشديد أنه هي كانوا تباهها باللهجة العلوية للأسف بدي أحكيها بشكل طافي حتى يخوفوا الناس فيها فهي كانت فعلا بالنسبة لأنها مأسات حقيقية أنه يكونوا شريك الشخص حتى بلقمة عيشو ترجمة نانسي قنقر